السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن كلب الدوبرمان الدوبرمان في ألمانيا في أواخر القرن التسعة عشر كان الهدف منه انه هو يبقى كلب حراسة قوي جدا تعالوا نتكلم الأول عن تاريخ الكلب ده وبعدين نخش على مصفاته وصفاته في أواخر القرن التسعة عشر كان فيه شخص كان بيجمع فلوس الدرايب وكان بيبقى معاه فلوس كتير طبعا كل يوم رايح جاي بيا كان اسمه لويز دوبرمان كان بيعيش في بلدة أبولدا في منطقة تورنيجيا في ألمانيا والمنطقة دي كان فيه قطع طرق كتير وكان فيه حرمية كتير وطبعا هو رايح جاي بفلوس كتير معاه فكان لازم انه يبقى معاه حارس خاص يقدر ان هو يعتمد عليه فبدأ الراجل ده ان هو يربى كلاب وربى انواع كتير من الكلاب بس برضو ما اقتنعش بكل الانواع اللي ربها كان عايز حاجة مميزة حاجة خاصة يقدر ان هو يعتمد عليها بشكل خاص فبدأ ان هو يطور السلالات عشان يوصل لسلالة جديدة شرسة جدا وفي الحماية ممتازة وتكون يقدر ان هو يعتمد عليها مزبوط وفي النهاية قدر ان هو يوصل لسلالة الدوبرمان بس ساعتها ما سمهاش كده ما كانش اسمها كده الموضوع التسمية ده اجي بعدين بعد وفاته لكن للاسف زي ما بنقول كده سر الخلطة راحت ودفنت لما مات الراجل ده محدش عرف بالتحديد الكلب ده تهجينه كان ايه لكن المرجح او على الارجح يعني ان هو اتهجن من ثلاث سلالات وده مجرد تخمين اقرب الى الصواب يعني ان هو الناتج عن الروتفايلر وبلاك اندتان تيرير والجيرمان شيبرد اول زهور للكلب ده كان في سنة 1876 ومن اول الكلب ده ما ظهر وبدأت شهرته معه بسبب مميزاته وصفاته كتير جدا اللي هنتكلم عليه بعد لما مات لويس دوبرمان السلالة دي تسمت على نفس اسمه كتشريف ليه او كشرف ليه تسمت دوبرمان وبعد ما مات الموضوع موقفش على كده يعني بدأوا ان هما في نهاية القارن 19 برده في المانيا بدأوا ان الالمان ان هما يحسينوا السلالة دي ويطوروا منها فبدأوا ان هما يختاروا ينقوا الكلاب اللي هي الاسرع والاشجع والاقوى عشان ينتجوا جيل قوي واكتر شراسة واكتر عدوانية سنة 1900 اعترف نادي الكلب الالماني بان كلب دوبرمان ده سلالة مستقلة ومعترف بها والفضل في كده كان لأحد الهواء المربيين كان اسمه اوتو جولر لانه ساهم بشكل كبير جدا في انتاج كلب دوبرمان برضو بس يعني اكتر قابلية للترويد عن طريق برضو تحسين السلالة بتاعته سنة 1908 جابوا او وصل اول كلب دوبرمان الى الولايات المتحدة واول كلب جادة فاز بجائزة بست ان شو في 3 عروض متتالية معلومة ده غير مؤكدة بس ساعتها على الماشي بعمل البحث عن الموضوع ده ان لجنة التحكيم ساعتها مادروش يفتحوا بق الكلب ده عشان يفحصوا اسنام بس طبعا المعلومة دي مش مؤكدة يعني سنة 1921 تم تأسيس نادي للكلب ده كان اسمه دوبرمان بنشر كلاب اوف امريكا بعد كده في الحرب العالمية الاولى عدد كلاب الدوبرمان انخفض بشكل كبير جدا في اوروبا كان السبب ان كان الاكل ساعتها قليل جدا والمربين ما كانواش قادرين ان هم ااكلوا الكلاب دي واللي ناجع ساعتها كان الكلاب اللي هي المملوكة للشرطة والجيش والناس الاسرياء الاغنية بعد سنة 1921 جابوا بقى كلاب الدوبرمان الالمانية جابوا كمية منها للولايات المتحدة وبعدها قامت الحرب العالمية التانية وتم اتهدد تاني كلب الدوبرمان برضو من ساب الحرب العالمية التانية في منتصف القرن العشرين الالمان اسقطوا ان هم شعلوا كلمة بنشر والبريطانيين برضو من بعدهم واكتفوا بس بكلمة دوبرمان انه بيطلق عليه دوبرمان وفي دول بتقول عليه دوبي طيب تعالوا نرجع بقى للشكل والمواصفات هكذا تكلمنا عن تاريخه نتكلم عن الشكل والمواصفات الطول طول الدكر من 60 ل 68 سنتي الانسة من 55 ل 65 سنتي الوزن من 27 او من 25 ل 35 و 37 كيلو شخصية الكلب ده دوبرمان كلب زكي جدا وكلب نشيط جدا وعنده حيوية ونشوعة غير طبيعية وفي نفس الوقت كلب عنيف وشارس جدا مع الناس الغريبة ومع المواقف اللي هي المفروض يتصرف فيها كلب صعب هزمته لكن هو كلب وافي جدا لصاحبه ومخلص جدا لصاحبه كلب ودود جدا جدا لأسرته وصاحبه كلبي بيحب اللعب كلبي بيحب انه هو تشغله في مهام يعمل مهمات يعمل أدوار بيحب انه هو مش كسول بيحب انه طول الوقت يبقى شغال كلبي مش عانيد قوي يعني ممكن ان انت تروضه بس طبعا محتاج تكون شخصيتك معاه قوية لانه كلبي بيحب السيطرة فعش كده انت لازم يبقى شخصيتك قوية معاه ولازم يبقى عندك خبرة في التعامل مع الانواع دي من الكلب الدوبرمان بيفضل طول عمره تقريبا لحد سنة ثلاث سنين بيتصرف كطفل او كتصرفات كجر وصغير مش زي اغلب الكلاب انه هو لما بيبتدي يبلغ او ينضج بيبتدي مخه ينضج معاه ويبتدي الكلب يكبر في تصرفاته تنشئة او مزاج الدوبرمان برجع لعوامل كتير قوي زي وزي اي كلب التنشئة التنشئة الاجتماعية التدريب مزاج صاحبه العادات الوراثية طبعا لازم تشوف الاهل لما تيجي تشتري الكلب ده او تجيبه الاب والام ولازم تجيبه من مصدر يكون مصدر ثقة يعني من مزرعة يكون وثق فيها لان في حاجات تانية هنتكلم فيها بعدين ورصية بتبقى موجودة في الكلب ده فلازم نشتريه ونحن عارفين تاريخ الاهالي ايه بالزبط ونكون مواسقين في الشخص اللي نجيبه منه كلب الدوبرمان يفضل انه هو من وهو جروه صغير يبتدي انشاء وتنشاء اجتماعية سليمة لازم يشوف ناس لازم يشوف بني ادمين لازم يشوف موسيكلات يشوف عربيات يشوف حيوانات لازم ان هو يتعامل معاهم لازم كلب يطلع اجتماعي مش انطوائي على عدواني الكلب ده كلب صحي اه شعرته قصيرة اه بس في بعض الامراض الورصية ممكن تبقى موجودة فيه وممكن ما تكونش موجودة فيه ده بيرجع لانطقاء السلالة من البداية ان انت بتشتريه زي ما قلنا اه بتختاره من مكان يكون ثقة طبعا في امراض دورصية كتير جدا بس مش هنفح اتكلم عنها في الفيديو هنا ان هي طويلة او الشرح فيها طويل فهسيب لكم هسيب لكم رابط الحاجات دي هسيبته في التعليقات ان شاء الله او التعليقات اليوم ثبت اه كده احنا اتكلمنا عن شخصيته اتكلمنا عن مزاجه اتكلمنا عن اطباعه اه اتكلمنا عن الصفاته المميزة اه في حاجة كمان عايزين نتكلم فيها برضو الكلب ده اه لو انت مش فاضي ما عندكش وقت ليه ما تجيبهوش وما تربهوش وما تشتريش الكلب ده الكلب ده عايز عايز وقت كتير جدا ان انت تلعبه وتجريه الكلب ده محتاج نشاط محتاج ان هو يجري كتير ما ينفعش الكلب ده يتربط ما ينفعش تحبسه في قفص ما ينفعش الكلب ده تجيبه وتحطه في شاقتك وتقفل عليه بابك وخلاص وتأكله وتشربه بس ما ينفعش ان انت تقول انا كل اسبوع او اسبوعين هاخده ومشي مرة وارجع لأ الكلب ده عشان يطلع معاك مزبوط لازم طول الوقت يبقى مشغول بحاجات لازم انت تخرجه باستمرار تمشيه وتجريه باستمرار لازم تخليه يلعب العاب رياضية والعاب عشان يطلع معاك كلب مزبوط لازم كمان مش العاب جسدية فقط لغير لازم انت الالعاب اللي كمان تشغل تفكيره وتشغل مخه وتهتم بالنشاط العقلي ده ومن اول يوم لازم تجيب الكلب ده لازم تدربه لتبتدي في تدريب تبتدي في تعليم لتبتدي تعرفه الصح ما الغلط تبتدي اهم حاجة تعرفه من فيكم القائد من فيكم اللي هيكون مسيطر هنت ولا هو وزي ما قلنا طبعا انا هسيب رابط في التعليقات في المثبت هتلاقوا فيه معلومات اكتر من الفيديو دي بكتير جدا بس طبعا انا مش عايز اطول اكتر من كده ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم واستفدتم منه وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا شير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته